أصدر صاحب السمو الشيخ خريفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لمدنية إمارة الشارق لأبو ظبي والذي يمكن المواطنين المؤمن عليهم من ضم مدد خدماتهم السابقة من عملهم لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاصة العاملة خارج إمارة أبو ظبي على حصيلة المؤمن عليه على جنسية الدولة وفي شأن آخر أصدر صاحب السمو الشيخ خريفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مرسوما اتحادي بتعيين القاضي محمد أحمد عبدالله عبدالل العوضي رئيسا بمحكمة ابتدائية على الفئة الثانية والقاضي مايد أحمد عبدالله عبدالل العوضي رئيسا بمحكمة ابتدائية على الفئة الثانية وقد أدى القاضيان اليمين القانونية صباح اليوم أمام معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل